السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحيكم الله الشباب اليوم سنشرح كيفية إضافة بطاقة بنكساب الأول في سامسونج باي ولا تنسون دعمنا باللاعك والاشتراك ويلا نبدأ الشرح طريقة شاب جدا بسيطة كل عليكم تسوونها تتحون سامسونج والت أو سامسونج باي بعدين تروحون على علامة الزائد هذه وهنا تروحون على أول خيار له بطاقات الدفع ومن هذه الواجهة تقدرون تسوون مسح للبطاقة أو تضغطون إضافة بطاقة يدويا فرح نضغط على هذا الخيار بعدين هنا رح يطلب منكم رقم البطاقة والاسم اللي على البطاقة وأيضا تاريخ انتهاء صلاحية البطاقة والرمز اللي يكون خلف البطاقة بعد ما تخلصون تضغطون على خيار التالي بعدين من هنا يا شباب توافقون على الشروط والأحكام فهنا يا شباب وصلتنا رسالة أنه لازم نفعلها أول شيء عن طريق البنك فقلنوا نروح على تطبيق البنك وبعدين من هذه الواجهة تروحون على حسابكم تضغطون عليه بيظهرين معكم البطاقة الخاصة فيكم أنا عندي بطاقة رقمية فرح أضغط عليها بعدين يا شباب من هذه الواجهة تضغطون على هذا الخيار وهو آت وسامسونج باي وهنا تضغطون مرة ثانية على نفس الخيار فلان يا شباب من هنا توافقون على الشروط والأحكام بعد كده تضغطون على خيار طلب مكانمة التحقق رح توصلنا الآن مكالمة بعد ما توافقون يا شباب في المكانمة رح يوصلكم رسالة فيها رمز تسجون الرمز اللي يوصلكم هنا بعد ما تخلصون تضغطون إرسال كده لو تلاحظون تم إضافة البطاقة بكل سهولة فهذه كانت طريقة بكل اختصار لا تنسون دعمنا باللاك والاشتراك نشوفكم على خير مع السلامة